اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بسعادة السيد ستيفن بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين على خلفية اللقاء الذي جمع السفير في منزله مع عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية لبحث شؤون الداخلية لمملكة البحرين حيث أبلغه بتحفظ المملكة على اللقاء الذي جرى بما يحمله من دلالات لا تتفق مع القوانين والأعراف الدولية في هذا الشأن ضحث وزير الخارجية مع سفير أنظمة العمل الدبلوماسي التي تنظم عمل البعثات الدبلوماسية في الدول وفقا لاتفاقية فيينا حيث أبدى السفير تفهما كاملا لكل ما نشر من مختلف الجهات في البحرين بهذا الشأن والحرص على العلاقات بين البلدين الصديقين وأضح وزير الخارجية أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين حول القوانين والإجراءات المعتمدة بشأن مسؤوليات العمل الدبلوماسي في المملكة وفق اتفاقية فيينا التي تراعي سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية إضافة إلى قوانين مملكة البحرين حضر اللقاء سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر